اهلا بحضراتكم اعلن امير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الاهلي المصري انضمام احمد قندوسي لاعب نادي وفاق سطيف الجزائري الى القلعة الحمراء لمدة اربع سنوات ونصف واضاف انه بعد التنسيق الكامل مع ادارة الكرة بالنادي الاهلي تم انهاء كافة الاجراءات الادارية والمالية مع نادي وفاق سطيف الجزائري وذلك في اطار العلاقات المتميزة التي تربط بين الناديين الشقيقين فيما اعلن نادي وفاق سطيف الجزائري السبت رحيل نجم احمد قندوسي الى النادي الاهلي المصري وقال بيان النادي الجزائري يعلن نادي وفاق سطيف عن التوصل الاتفاق نهائي لانتقال اللاعب احمد قندوسي الى النادي الاهلي واضاف البيان كما تتقدم ادارة النادي بالشكر لللاعب على كل ما قدمه للفريق وتتمنى له التوفيق في مشواره الكروي قندوسي هو رابع صفقات الاهلي الشتوية بعد التعاقد مع كل من خالد عبد الفتاح ومروان عطية ومحمد الضاوي كريستو وكشفت تقارير صحفية جزائرية عن انتقال احمد قندوسي لاعب وفاق سطيف الجزائري والمنتخب الجزائري للمحليين الى النادي الاهلي السبت مشيرة الى ان اللاعب يشارك حاليا بكأس امم افريقيا للمحليين حيث اكدت صحيفة النهارة الجزائرية ان القندوسي سيغادر بطولة امم افريقيا للمحليين من اجل الالتحاق بالنادي الاهلي مشيرة الى ان مندوب الاهلي تواجد في الجزائر السبت لحسم هذه الصفقة واضافت ان احمد قندوسي سيلتحق بناديه الجديد الاهلي بالمغرب استعدادا المشاركة في كأس العالم للاندية والتي سيكون القندوسي جاهزا للمشاركة فيها مع الفريق الاحمر ويعد صاحب 23 عام احد ابرز لعيب الدوري الجزائري في المسم الحالي 20-22-2023 حيث يتصدر ترتيب هدافة هذه المسابقة برصيد ثمانية اهداف واصبح قندوسي الاجنبي الخامس في الفريق فوق السن بعد كل من التونسي علي معلول والمالي اليو ديانج والجنوب افريقي بيرسيتا والبرازيلي برونو سافيو ويمتلك الاهلي ايضا لعب اجنبي تحت السن وهو الجناح التونسي حمد الضاوي كريستو القادم من صفوف النجم الرياضي الساحلي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية وتعقد الاهلي مع اربع صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية من خلال ضم كريستو وخالد عبدالقادر ومروان عطية واخيرا قندوسي مستمرين في تغطية اخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضرتكم